اهلا وسهلا حبايبي اعزائي الطلاب المحترمين اليوم انا جايب لكم ايش جايب لكم امتحان خفيف لطيف على القطعة التانية اللي هي قطعة using the technology in classroom هذا الامتحان لا محال عنه يا اخوان لا محال يعني لازم يعني مش ممكن انك انت تضبط من دون ما تعمل امتحان على كل اشي بتاخده هذا مش بس امتحان هذا كوز خلينا نسميه امتحان قصير امتحان تثبيتي امتحان بفهمك انت وين صرت هذا الامتحان لا يونت وان تيكس تو وكاب وكمبريهنشن كوستشنز يا حبايبي تحط لي اسمك هون زي البطل عشان اعرجيكم كيف نجيب علامة عالية انا اسمي مو اسمي محمد يعني بس هيك بيدلعونا احنا الاجانب رقم تلفوني استاذ خلص هيو صفر لازم انا اعبي هاي الخانات عشان ايش هاي رقم تلفوني وهذا اللي هو ايش الدرع اللي قدمت لنا يا وتد التعليمي لانه ابدعنا بصراحة بوجودكم ووجود طلاب زيكم واجيال مع العلم انه انا اقدم استاذ لغة انجليزية في موقع وتد التعليمي وتالت استاذ في هذا الموقع يجينا يا حبابي لكلمة بلوغ ايش هي اقرب على المعنى لايش ويب سايت لا فيسبوك اونلاين داياري يمكن اونلاين ويب بيج ابديتد باي دا سكول لا يا استاذ شو اللي بتحكي فيه انت خلاص هي ايش اسمه اونلاين داياري اونلاين داياري اه يونج بيبول لوف لرنينج الصغار بحبوا يتعلموا بتقول ليش لا ومش لا تعالف بتلك جيب اخوك الصغير او انا بجيب بناتي بعلمهم كيف يعملوا يوتيوب شانل طبعا هون بتمنى انكم تروحوا تعملوا سبسكرايب لماي يوتيوب شانل بكوز انا بسوي هناك اشياء تفاعلية مع الطلاب ومع الناس بشكل عام بعلمهم كيف يعملوا يوتيوب شانل بحسهم كتير مناح وموافقين وبدهم ليش؟ لانو انا علمتهم يا جماعة الخير انهم يتعلموا الاشي اللي بيحبوه باسلوب تكنولوجي ما اجيت انا مسكت ورقة وقلم بلشت اعلم فيهم if they مينهمة young people are presented with information in an interesting and challenging way طريقة فيها تحدي فيها ايش؟ اهتمام today I'm going to give a talk about how you can use technology in Jordanian classroom الضمير ذي يا اخوان عمين بعود عمين بعود على people؟ لا young people يمكن information لا classrooms لا خلص بس خليك اكيد students like learning in general true يا اخوان بتحكي ليش بيحبوش الطلاب بدا يقول لما نضغطهم لما نجبرهم بس هما بيحبوا التعلم عشان هيك اخوك وصغير واختك كل يوم بتعلموا اشياء جديدة share ideas ايش يعني؟ اه ركز لي هون when two or more people consider how they اه اسمعني شغلتين او شخصين بعتبروا ان افكارهم متشابه مختلفة هذا التشابه والاختلاف اسمه compare ideas مقارنة to give your ideas اه to give يعني sharing يا سلام شكرا استاذ to use a variety of sources استخدام اه تنوع من المصادر to find the information لا 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 هاد سيرج you know what's happening and you are following the developments هاد اشي ملواش دخل طيب تعالوا هون here are some ideas many classrooms now use a white board as a computer screen بستخدموا white board كشاشة زي هسه هيك as a consequence وكنتيجة الاساتس بقدر يعرضوا ويبسايت والويبسايتس بقدر نعرض منها educational programs برامج تعليمية هاي تحتها خط لانه هاد بريطاني هو بده امريكي play education هاد اللفظ بريطاني الكمبيوتر بده امريكي انا بديش امريكي بدي بريطاني play educational games يلعبوا العاب تعليمية music music and recordings of languages technology the technology example mentioned in the paragraph above is technology لا white board oh white board games لا الـ games شو بقدر اعمل classroom لا is an original white board وهو اصلا title تبع نفس فقرتنا using the white board technology is not something good لا يا زلمة قد ونص يا جماعة الخير هاي نعم بستخدم white board ايدي ينضاف زمان كانوا يتوسخوا من اللوح ومن القلم الاسود ومن التباشير قبلها كنت اضلني اعطص يا سلام هاي سؤال وزاري طازج خليني بس اشيل لكم صورة الا كتم الصوت لانه انا كنت قبل شوي بصور اجزاء من الوحدة الرابعة وكان فيها صوت فكتمنا الصوت عشان نعلق احنا على الفيديو بصراحة التكنولوجيا مكنتنا من انه نعمل شغل كتير بجنن كتير بجنن طيب يا هاحبابي هاد بحكان الكلاسروم اللي فيها white board هلا قرأتها هناك شو بصير معنا نلعب games موسيقى تسجيلات طبعا انا ما اخذ نفس الوزارة بصراحة the word which means to find information to find information especially on a computer انت لما يكون عندك الكمبيوتر موجود بتروح بتعمله access بس فهي الكلمة access طبعا هي في الكتاب اتوقع غير students can use their tablets بس هم استخدموها عشان نحط كلمة access بس انا طبعا هون المفروض حطيتهم بالترتيب اختلف الترتيب معي ما في مشكلة لانه كنت مصورها تصوير بعدين عكستها ولكن الكلمة access the word task مين استاذ بجيبوش عربي في التوجيه باعرف استاذ انا قاعد بسمعلك كلمة task عمل وظيفة مهمة جميع ما ذكر جميع ما ذكر بزبط يا استاذ انت حر تقدر تحط هاي انا بعتبرها مهمة task بس اللي فوق واللي تحت صح the correct definition of program is تعريف كلمة program هاي الصح content which is intended to be listened to on radio آه لانه program التانية اللي بدون ال-ME هي a set of instructions مجموعة من التعليمات بتمكن الكمبيوتر انه يشتغل فهاي كلمة غير a tv wire هذا هبل a way of studying هذا تخلف وزاري جديد طخ بالكرتونية students can فراغ يا سلام ما اسهله هذا صحيح إلو علاقة بدرسنا ولكن هو تقريبا درس قواعدي اللي هو model verbs بيجي بعديها ايش بيجي بعديها فعل مجرد ولكن كلهم افعل مجرد فبدأ استخدم مخي بقرأ السؤال كامل اول اشي بقرأ السؤال كامل ثاني اشي بحدد شو بدي انا فكرت هاد سؤال زمن لما اكتشفت انه كل الافعال مجرد قلت خلينا انتقل للمخ ثالث اشي ممنوع تغير اجابتك students can فراغ to the website of their school they can post work create لا الطلاب ما بعملوا create contribute ممكن compare لا share لا معناته الطلاب بقدر يعملوا contribution وهذا الحكي وين منلاقي يا حبايبي منلاقي موجود في القطعة منلاقي موجود في القطعة اللي هي students can contribute لما الاساد زي يعملوا هذا الweb site تبعا المدرسة اجينا لهون زي انت لما تيجي لهون وتيجي خايف وبدك تشوف علامتك فجأة تكبس هون تطلع لك بإذن الله تعالى full mark طبعا انا لا اخفيكم كان في علامات تنتين رايحين علي بس اكتشفت انه انا كاين في السؤال هذا تبع البروغرام حاطت تركه بدون اجابة فهو حسب لي يا غلط اي برنامج اعفون اي سؤال بتركه بدون اجابة اختارها انا كاستاذ لما اعمل السؤال كنت تركه بدون اجابة فروحت شو اخدت اخدت في هذا السؤال فايش فزبطته فتطلع لك علامتك ان شاء الله full mark بالطريقة هاي وبإذن الله بتتفائل هيك احنا منكون خلصنا القطعة التانية ارجع ركز فيها خلصنا اول اشي معانيها بعدين خلصنا القطعة نفسها شرح بعدين خلصنا اسئلتها العادية الحل بعدين خلصنا اسئلة اضع دائرة هاي القطعة هيك سردية فيها حكي كتير مش رح اقدر احط عليها فيديوهات لانه ما في الهاتيم معين القطعة اللي وراها ان شاء الله اسم هذا انترنت اف تنجز اللي هو انترنت اف الاشياء باذن الله لانها متعلقة بالتكنولوجيا ان شاء الله رح احط لكم عليها فيديو يكون عجيب غريب رح تتمكن انت من انك مجرد ما هاي القطعة بدها دراسة بدي ترجع لها انت مرة مرتين ثلاثة لانه فيش الها فيديو قطعة اللي بعدها ان شاء الله عن طريق الفيديو رح تتمكن من انتقانها باذن الله تعالى ورح نمشي على نفس هذا النهج في كل التكست اللي رح ناخدهم اللي هي معاني قطعة حل اسئلة عادية ضع دائرة والله يعطيكم الف عافية